السلام عليكم الابنات كديرين بي خير هاني اللبس عليكم الحمد لله كنتم من اختيش كونوا بي اتمي الصحة والعافية وانتو ما كنت شاهدوا هذا الفيديو كيف العادة اختي ما تنسون اشمال اللايك واندخله في الموضوع نوارة البنات نوارة البنات نوارة اللي نايدة فعلا بينها وبين رجلها ومجيش وحيدات كدبني وعلاقتهم ولات علاقة سامة وخيب غيو يرجع يمتلوا عليكم واناهم واناهم غير كي يمرضوا في روصهم غير كي يغطيوا الشمس بالغرب لما كانت شي فهمتوا البنات وبالخصوص السم وليس نقول حلاقة سامة وليس منها بزاف الله اعلم واش المرض واش السيدة اصلا كانت انور مع القبل غير ابنات كان يعني تدير عين ميكا اما في هضرتها كانت مهم عندها مشكلة في نفسها السيدة مريضة في نفسها وزادت وكملت الادابة افتو الفيديو دي البارح قاصة من بالله وشاء الله اخطاء تعبيري ورفق الاخطاء تعبيري حشين الهضرة وشارب الشي حاجة انورمال وليس نفت شي كامل ان السيدة دارت واحد الليف لي سبت فيه الناس وسبت فيه الدين وتتبان فيه مشمكرة وتتبان فيه السيدة خارجة الوعي ديالها وصبح نايدة دايرا فيديو ماسح اسمه بليقة بحلتي حاجة مكينة لا اعتدار لا سمحوا لي اخو تعدك شيروا قلبين بحلم تقولوا ما شي هي هذا النوع تقهرني انا بحلقة اللي تيكون مزع ما بحلتي تبغي هذا هو النوع اللي تبغي يغطي الشمس بالغربين وهذا هو النوع اللي تيزيده مرد نفسه لانه ما تيحطش نقاط عن الحروف وما تيوضحش بزاف ديال الامور اللي باح خرجت في داك الفيديو اللي قالت فيه الرجال تحيي الرجال عند المواقف وتحيي الرجل الختي ورجل الختي ورجال عند المواقف كتبان وكتبان في الازامات ومهم هاتشي كامل خسكم تفاهموا بأنه هرا كتعطي الكلاش وكتعطي الميصاج لراجلها مهند اللي خرج في لحظة غضب من بعد ما نوضت واحدة الروينة في الدار ذاك الروينة اللي تشوفه فوق الناموسية وذلك ما عنده تعالقه رجعت من الصفر وقلبة البلد فوق الكامل كيف يعقل ان انا رجعنا من الصفر وغنقلب الباليزة بذلك الطريقة فوق الناموسية وغنمشي الناس مره لا يمكن إلا قلبتها اقع ما تكونش بذلك الطريقة انا مالحواجيك تيكتي داك كون في الباليزة ما فهمتش مالحواجيك تشتت في الارض البنات هذا الغطاد يلقى الناموسية مقلوع بوحد طريقة يعني بين انسان كانتش شتت في البيت المياه وكان الانسان يعني منفاعل اكثر من المياه فهو لا بدأتش في الفيديو ولكن في الاخر قلت لكم لا شوفش خدمه لا شوفش خدمه وعندها ناس سلبيين بزاف ولكن هي هي مشي ناس دوك الناس اللي خيبين هي اللي ممزياناش هي اللي فقدت اتقا ديالهم هي اللي خلت الناس يكرهوها هي اللي دارت تحويش خيبين مع الناس ومعنداش الاعتدار ومعنداش حسن الاخلاق والكلام زوين باش تخلي طب طب تلا جرحت واحد الانسان طب طب عليه فهمتو هذا هو الانسان الحقيقي مني كان جرحوا واحد الانسان اولا كنخرج كنعير وكنشتم في الناس كنعود نطب طب عليهم وكنعود نطلب اسماحة بجدوك الناس يبقوا معي ويبقوا ديما مسانديني ويبقوا ديما يدعوا معيه تل باش تل نهار لا تحت يهزوني ماشي انا غنوض نشتم ونعير ونسبهم ونتفرق عليهم ومشو نمسح السماحة بجدوك كأنه شيء لم يقاع ونصبع عيش الأحلام مع راجلي واخرها ما كيناش أحلام كي يحاولوا يكونوها العلاقة ديالهم كي يحاولوا يرمموها ما بقيتش منها ما بقيتش منها البناتش لأنها مريضة وزادتكملتها هي أصلا طبعها خيب وزادتكملتها بالمرض النفسي اللي لم يريدت تعالج منه فالبقائح كانوا كلاشات خاطرين للرجلها وهو كذلك را كان يكلاشها في الانستغرام را نايدة كلاشات را تنقول لكم الانستغرام را ماشي واليوتيوب واليوتيوب ماشي والتيك توك قال لي ها قال لي هم راه نكار الخير ونكار العشرة المهم بحلق زع ما بغي يوضح لهم بأنها راه هي نكرات الخير ونكرات العشرة ونكرات فهمتوا زع ما أحقر إنسان ولي كينكر العشرة ونكر الخير وهي كانت دارت سؤال جاوب وكتطلع في الناس اللي أغلبية كي هضروع لا تزوجت بواحد من جنسي أخرى وندامت الحمد لله ما تزوجت بهذا من جنسي أخرى مهم تطلع بحالة تعالق اللي كيميلوا ليها لشخصيتها والعلاقتها والمشاكيلها كتطلع غب حالة تعالق باش تضربوا هوايا را فيها طلع ما تطلع على تعالق خورين اللي الناس نجحوا في حياتهم مع وحدين خورين ماشي من الجنسية ديالهم نجحوا في زواجهم وفيها ما تطلع ولكن تطلع المشاكل اللي بحال ديولها والحويج اللي كيقيصوا برجلها كونوا أكيدين البنات كونوا أكيدين وعقلوا على كلامي هات الجوج ما غاديش يطولوا ومهما طولوا غادي تفارقوا هات شي باين وواضح العلاقة فاش كتخسر وفاش كيخرج العيب ما كتبقى يمطرهم ممي فيها أراد الدفلة لطحت في الأرض صاحبتي رامي ممكنش تلحسيها بالسينك ترجع الفمك واخر القيامة يجب ان تطلع أراد الدفلة واخر قيبين الأثار هذا هو حيات الجوج العيب ان يخبرز أصلاً لم يكن أسألو فيها أصلاً هو الكلام الذي يدخل فيها لم يكن أسألو معه لأنه مكره ومل وعيا ربما هي تصرف معه خيبه بزيف البنات تقلل منه فهمتوا غير بدا بحل بارح في ذلك الفيديو فقالت لهم الرجولة الرجولة مواقف الرجولة الرجل يوقف معك في هذه فهمتوا كتلاشيه بزيف أبارع لأنه هو مخدم هو فيه ما يخدم هو عفريت لكي يكونوا واضحين هو صافي بحل العيوم رقلتاني كنت نقول لكم في جميع الفيديوهات لا يمكن أن يقلل إنسان يقلل ويكره واحد العلاقة يقول لي يقلب على السبة والسبة يريد أن يأتي منك وهذا يقول اللي دارلي على الخمول الخمول لما منه خمول لقد قلت وغلصتها في ذلك كيف هي تكعوها ويأتي المشاكل منها فهمتوا؟ هذا هو وليكين خرجتك في الفيديو البيان البارح كله كدوب فكدوب أختي خرجتك ترعد الحمد لله نريد أن نشكر السيدة السيدة ونريد أن نشكر جيران جيران التي تصلنا بهم لا تفهم كما تشكر السيد والسيدة فيديو البارح كله كذوب بقصة مختارة من بالها لأنه نقوله نحن التصويره لا تريد أن تضغطي منظر لأنه لا تضغطي ذلك الشيء و تضغطي الوجه دياله لا تضغطي ذلك الشيء كامل كيف تغذر فيديوهاتك التي تتعشق أنك تستحمر الناس بأقل مشكلة لديك مشكلة وقع الوليد لك فالله يشافيه لا يوجد الإنسان يدير الفيديو كله كله لا تزال بطير لديك مشكلة لأفاس حيانا بنتك لم تستمع ابنها لا اخرج نحن نرى نفسية لابنت البنت قربة من ابنها بمثال شقفة ابنها و يموت على ابنه بيديو واختباره يتواجع تحديد بيديوهات والاستخدامه ويضحك معها ويعطيع قيمة في الفيديوهات لا تحدد بيديوهات ولا تعبره لا تضرف الخاطر شاهدت نواره بأن تحديث عن حققتها بل زيادة المسلمين لها حتى يفعله الورو في لحظة أاروسة ارتبطتها للجميع، علم الله ماذا قائدت أمي فهي حيارة على أريد المشكلة، فلا يفهمتني جميعا كيف تنظر التي تفهمها هي الدمرته ويشوفوا كيف يجد الحريرة يفقوها البنات والله العظيم يعني هذه العلاقة كيف ما قلت لكم ولات علاقة سامة سامة لمع المتابعين سامة السيدة لمع رجلها سامة لمع رجلها أنا لمقا تتكلموا الله ما بقى تتكلموا علاش لأن شفت فيها أخطاء وشفت فيها واحد الإنسانة مكروها ما كتطلبش الاعتدار ولا المسامحة حتى من شي واحد ودنوع تنكره أنا في حداته وقصة من بله تكون خرجت وطلبت المسامحة من المتابعين وهضرت في الموضوع في حداته ولي داير ضجد ياللي وقالت لبنات راني ما كنتش في الوعيد يالي عدروني راني مريضة لبنات راني دازع لقى ماشي ساهل رحنا ماشي باشار رحنا غادين رحنا غنحنوا وحنا غادين نوقفوا معاها وغادين نقول لها ماشي مشكل مسامحة كاري ولكن واحد الإنسانة حقيرة معنى الكريم أنا نقول لكم منه الشي اللي ما تطلبش الاعتدار تبقى إنسان مكروه ماهدي ما طالبش اعتدار من المتابعين اللي موكلينو مشربينو معايشينا راب لابي وما تسويت حاجة أنا نقول لك منه الشي طلبت المسامحة ولما طلبت هاش لك شي تبقى لك ولكن بلا متابعين أنتي صفر شكرا